اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة كعيد وطني العيد الأمازيغي إذن كل هذه المكاسب هي ثمرة ندال يعني دأوب ومتواصل لأجيال وأجيال من المناضلين الجزائريين وبطبيعة الحال هذا الندال كان فيه تضحيات مناضلين اللي عرفوا المعتقلات اللي عرفوا السجون لأنه بعد الاستقلال هذه المسألة كانت يعني إنكارها كان كلي لو كان يحكموا واحد مواطن هاز حرف برك يعني هاز ورقة مكتوب فيها كلمات وكلمة واحدة باللغة الأمازيغية اللي كان رخوا في السجن لماذا طبيعة الندام العروبي العروبي اللي كان ينكر هذه المسألة الديمقراطية المتعلقة بالهوية نتاعنا نحن شعب أمازيغي وهذا الشي يتأكد الآن من خلال التاريخ الكتب كل شي شعب أمازيغي عربه الإسلام المجاة جزئيا أو كليا حسب المناطق والظروف اللي كانت موجودة آنذاك إذن المسألة نتاع للهوية والمسألة نتاع لللغة اللي هي لا يمكن فصلها عنها اللغة الأم اللغة الأم هذه مسألة يعني مؤسسة مسألة مؤسسة مسألة مركزية مؤسسة بالنسبة للأمة بالنسبة للوحدة الوطنية مركزية بالنسبة للأمة الخطر هي عندها علاقة بما يسمى بالمسألة الوطنية ما يسمى بالمسألة يعني التعريف تعريف بشعب واش اللي يجمع ما بين مكونات أي شعب واش اللي يشكل المناعة انتاعه والوحدة انتاعه والإسمنت انتاعه إنكار هذا المسألة أو هذا البعد يعني قادر أنه يترتب عنه مسارات تفكيكية مسارات تفكيكية الخطر هذا الجزء من ما يسمى بالاضطهاد الوطني هكذا تم تحريد مكونات الهند من قبل المستعمر اللي كان خارج بريطانيا الكبرى يعني تحريد المكونات انتاع الشعب الهندي وتم تقسيم الهند تجيئة الهند وبعدها تم تجيئة بما فيه الباكستان ثم تجيئة وما زال متواصلة يعني النزاعات ما زال متواصلة إلى غير الآن شوفوا الامبرياليات كيفاش تلعب بهذا القضايا بهذا القضايا في القارات في إفريقيا في آسيا في المشرق منطقة المشرق ما تقدرش تلعب بيها مثلا في أمريكا اللاتينية لأنه هناك ولو كان الهنود تم اضطهادهم في الولايات المتحدة وفي بلدان في أمريكا اللاتينية ولكن في أمريكا اللاتينية هذه المسائل يعني أحرزت على تقدم كبير نتاع السكان الأهالي ونتاع الأقليات إلى أخري احنا معناش مشكلة أقلية مضطهدة عندنا شعب واحد بمكونين لغويين ولكن عندنا نفس الثقافة بتنوعات يعني في مختلف الولايات منذ سنة 2000 الإدارة الأمريكية واللي بدأت الأجمة تحت تتفاقم والعدوان تحب دايزيد يعني الشراسة نتاعه في إطار مخطط الشرق الأوسط الكبير الأمريكي درت خطة بش تمزق كل الأوطان من الفيليبين حتى الموريتانيا يعني من آسيا مرورا بمنطقة المشرق حتى توصل عندنا وتروح حتى الموريتانيا بش تمزق الأوطان على أسس عرقية إثنية دينية طائفية كما يكونش نزاع موجود هي تفبركو هي اللي تخلقوه وفي إفريقيا يعني في التسعينيات تمزقت عدة بلدان بحروب سميت بأنها إثنية أو عرقية في الواقع هي كانت مفبركة من قبل المستعمر السابق أو من قبل القوى العظمى والهدف من وراها بيانسيغ النهب والهيمنة المطلقة والتواجد العسكري يعني لا نقاش في كوننا نحن أحرزنا على تقدم كبير في هذه المسألة قلت بفضل النضالات والتضحيات هذا التقدم يعني معتبر حقيقة معتبر فيما يتعلق إذن بالاعتراف بأصولنا بأجذورنا والاعتراف بالبعد تعهويتنا الأمازيغي يعني بأمازيغيتنا بأمازيغيتنا كاملة والاعتراف والآن أصبحت مدسترة والاعتراف بتمازيغت إذن كلغة وطنية ورسمية ثانية ولكن لما طبيعة النضام متغيرتش بقى نضام عروبي يعني طبيعة عروبية ما تحررناش من هاد الغلاف هذا هاد الكاركون يبقى هاد شي حاجز دائما أمام ازدهار ازدهار المسألة انتع الهوية والمسألة انتع اللغة وانتع الثقافة خطر الثقافة ما هيش الفولكلور الفولكلور نورم عادي يكون موجود ولكن ما هيش غير الفولكلور فيها إنتاج متنوع في مختلف المجالات والميادين اللي طلب تدخل الدولة وميزانيات في قطاع الثقافة في قطاع التربية الوطنية في مختلف القطاعات بما فيه بطبيعة الحال الصناعة انتع السينما الصناعة انتع المسرح إلى آخره في مرحلة معينة كان الانتاج انتع في السينما ومسرح يعني هو جزء من المقاومة جزء من النضال ولازال هو كذلك معناه احنا نشوفه باللي اليوم نلاحظه حاجة انه كاين تناقضة وكاين ديكلاج هكذا كبير ما بين كيفاش الشعب الجزائري اتصالح مع هويته يعني انتزع الاعتراف بالهوية التاع والأصلية بس كنت واحد ما ينجم ينكر باللي والدليل رانا نحتافله بثلاث تلاف سنة ثلاث تلاف سنة على هذا العيد الوطني واللي هو يبين هاي جذورنا وشن هي ومبعد كيفاش اتطورت هاد الجذور يعني في مختلف الأحقاب من تاع التاريخ اللي مرت به بلادنا من جانب اللغوي من جانب من تاع مختلف المحطات والجوانم اذا علش اللغة الامازيغية ابقات يعني في عدة مناطق في الجزائر ما ينطقهاش او ينطقها غير الجزء صغير لانه كانت مضطهدة مضطهدة من قبل الاستقلال مكان الاستعمار وحتى داخل الحركة الوطنية كانت يعني كان فيه انكار انديني كان فيه انكار لهذه المسألة وده يعد فعنا الثمن تاعه غالي بارسكوت اخرنا بزير لانه لو كان بعد الاستقلال مباشرة كانت جمعية تأسيسيا تاعصح هاد المسألة كانت تتحط بارسكوت كان هذا هو المخرج تتحط انها مكونة اساسية في الهوية انتاعنا يعني الامازيغية انتاعنا وكنا تقدمنا فيما يتعلق بالترقية فيما يتعلق وحتى يعني فيما يتعلق الشخصية انتاعنا بس نكونوا مرتاحين لانه متوافقين مع مع رواحنا مع الهوية انتاعنا احنا بقى عندنا شرخ داخلي الخطر كان فيه انكار من قبل النظام العروبي انتاع الحزب الواحد لحب السيف يربطنا بالمنطقة العربية بالجزيرة العربية وكأنه احنا مهاجرين جينا كلها هربنا من تمو جينا سكننا هنا بينما التاريخ اثبت عكس ذلك ومعترف به اذا قلت انه الشعب خلاص احتضن هذه المسألة ومشي برك متبنيها لانه مرتاح فيها هي هويته هي هويته فخور بذلك فان كان عايش في القبائل او في غردايا او في اقصى الجنوب اقصى الغرب اقصى الشرق في وسط الجزائر وحنا كنا تأكدنا من هذا الشيء بعد 2001 بمناسبة شرعياتها 2002 احنا عملنا استفتاء نوع من الاستفتاء يعني هاكا سياسي باش نبين للسلطات انه كل مناطق الجزائر كل ولايات يعني مستعدة والطالب بترسيم تمازيغ لغة وطنية ورسمية والاعتراف الكلي بهذه المكونة الاساسية نتع الهوية نتعني كنا نديروا في التجمعات بالعربية وبالامازيغية وفي كل ولايات كنا نلقى نفس الصدى وبالعكس كنا نتخوف عن الوحدة تع البلاد وكنا نتعاطف كبير مع ولايات القبائل بسبب هذه المأساة الدامية اللي راح ضحيتها 127 شاب إذن كاين هذا تناقض ما بين السلطات أو يتصرف النظام يتعامل مع هذه المسألة وكيفاش العقلية والمعنويات تنتاع كامل كل مكونات الشعب الجزائري فعلا هذه المسألة اللي عندها علاقة بطبيعة النظام نتكلم على الاتهاد عنده علاقة مع طبيعة النظام لأنه نفس النظام اللي اتهد الأمازيغية اتهد المرأة اتهد في جانب الحقوق والحريات في كل المجالات لأنه ينكر السيادة على الشعب ينكر للشعب حقه في أنه يقرر مصيره في أنه يقرر مصيره إذن لاحظنا أنه تعليم تمازيغ اللي كان تقدم شوية تقدم شوية وكان فيه برامج طموحة قبل 2019 يعني كان فيه برنامج باش تمازيغ يعني تدريجيا تصبح حقيقة مدرسة بطريقة إجبارية في كامل التراب الوطني كان لازم بيرسوق يكون برنامج تكوين تاعل الأساتذة تاعل توفير كل الوسائل باش يتعلموا اللغة باش يقدروا يدرسوها الكتب كان لازم بيها سوق تتطور الترجمة تتطور الدبلجة تتطور نحن مثلا لما دخلنا المجل الشعبي الوطني أول مرة في سنة 1997 من أول القضايا اللي طرحناها قال الدبلجة خاطر ما كانتش أنا ذاك باللغة الأمازيغية والقنوات قال الدبلجة منتع المدخلات تع النواب ومنتع الوزراء لازم تكون على المباشر باش كل المواطنين يقدروا يتقدموا المفروض أنه عندما تكون لغة وطنية رسمية في المحاكم مثلا والإدارات استخدامها يصبح ماشي برك حق طبيعي معنتها لازم يكون اللي تكون دبلجة يكونوا المترجمين متوجدين في كامل تراب الوطني على مستوى الإدارات على مستوى المحاكم لكننا ما شفناش هاد الشي هاد الشي لم يحدث بل أنه التعليم تراجع التعليم تراجع بعد ابتداء من 2019 من الصيف بعد 2019 بشوية بشوية يعني الولايات اللي كان فيها التعليم حتى اللي قالت عن ولايات القبائل مثلا بيسوغ يتراجع بيسكو ما كانش الأساتي دا وأحيانا ما مصرت لهم بقاوم دون رواتب ما كانش تكوين معناه بطريقة واعية يعني إرادية أو عن دون قصد عن دون قصد هذا هو الوضع القائم اليوم ما هيش لغة وطنية ما هيش يعني ما ناش شايفينها لغة وطنية أنكو مو أقل من هذك رسمية بسكو كي نكتبو في الدستور بلي هي لغة رسمية سيبون خلاص ما هذك الأشخاص هذك وهذه الحق الحقتة فيها يقول لك هذي ما قدروش أن نعلموها على خاطر ما هيش لغة العلم ما نقدروش ندرسوا بها العلم مش كل يقالهم لازم ندرسوا بها العلم كان آلاف اللغات موجودة في العالم ومش معناها كلها يدرسوا بها شو قداش اللغة في في الهند ما يدرسوش بهم بها العلم كلها ولكن يحترموا اللغة تع كل المحافظات والمناطق ولا ناخد من عرش السودان مثلا اللي ما كانتش عنده منبا لغة وطنية في البداية كانت عنده لغات محلية ولا ناخد لغات إفريقية اللي معتمدة ومعترف بها ولكن ما يدرسوش بها العلوم هذا الشيء يعني مفروق منه هذا كله تهرب أو مراوغة أو مراوغة إنما هي لغة اللغة اللي عمرها 3000 سنة اللي يقول ما هيش يعني ما عندهاش قابلية للبقاء هذا قاعد يعني يستهزى بروحه في الواقع يستهزى بروحه قاعد بسهذا الشيء مضحك هذا الشيء مضحك إذن في نفس الوقت في نفس الوقت يعني بالإضافة لهادة تقهقر شفنا في قانون المالية لـ 2023 ما كانش خلاص ميزانية منبتع المحفظة العليا للغة الأمازيغية منبتع هذه الأشياء اللي هي مؤسسة رسمية شفنا في قانون في قانون المالية كاين للمجلس الأعلى للغة العربية المجلس الأعلى تاع الشباب كل مجالس هذية تابعة للرئاسة ولكن المحفظة العليا للغة الأمازيغية ما كانش لماذا كيفاش نفسروا هاد الشيء وما كانش ميزانية الأكاديمية هذي بسكو يلزم لها بين سوق عباد يلزم لها موارد بشرية ويلزم لها الوسائل باش يتقدم البحث الأكاديمي دونك هنه نشوفوا هاد التناقض اللي بيين باللي ما زلنا نتخبط في نفس هذيك التناقضات اللي هي تبين أنه النظام الموروط عن نظام الحزب الواحد ما زال قائم ما زال قائم وحتى أننا نشوف العلاقات هذي التقارب بزيف بزيف مع أنظمة عربية رجعية ما تعترفش خلاص بالبعد الأمازيغين تعنا عمرها ما اعترفت به وتحب تفرض علينا يعني هوية اللي ما هيش الهوية تعنا احنا الهوية تعنا خلاص محددة وفي الدستور مركبة معروفة داكو إنما انتماءنا لفضاء حضاري هذا الشيء وحدا قر انتماءنا لفضاء حضاري فيه الدين فيه اللغة يعني فيه ثقافة فيه ثقافة وسين مشتركة فيه تطلعات فيه ماضي فيه نضالات هذا مفروغ منه هذا مفروغ احنا عندما نضامن مع الشعب الفلسطيني مش من باب اللغة أو من باب الدين أو من باب العرق لا أبداً إنما باسكو قضية عادلة وقضية تحرر وطني وثم انه تربطنا مع هذا الشعب يعني علاقة يعني بالإضافة لهذا الشيء صحيح انه تربطنا ثقافة تربطنا أيضاً لغة يربطنا تاريخ وانه الشعب الفلسطيني كان متضامن معنا لما كنا احنا نحارب الاستعمار إذن الاستعمال هاد اللغة في المؤسسات شبه منعدم شبه منعدم بسك ما كانش الترجمة ما كانش الترجمة و الأكاديمية إذن مولود ميت أم مغني مولود ميت يعني ما اشتغلتش خلاص إلا با فونكشوني اليوم بينسوع نحتفلو برأس السنة الأمازيغي ويأخذ طابع تاع حفلة تاع احتفال تاع حفلة سيفيستيف بسكو عنده طابع سينغمال ثقافي لأنه رأس السنة الزراعية لأنه نحتفل بالأرض اللي تغذينا لتاير نوغي سياغ اللي هي تمدلنا الخيرات بشنا كلوا كين بلدان ما عندهمش ثروات طبيعية بس عندهم الأرض اللي يتغذوا منها احنا في الواقع عندنا لو تكون عندنا سياسة زراعية وقطع فلاحي فيه رؤية واضحة سياسة واضحة بكل وسائل أكيد نديروا إقلاعها اللي تحمينها فيما يتعلق بالأمن الغذائي تحمينها من إسقطات الأزمة المترتبة عن العقوبات الإجرامية على روسيا حيث الانتاج القمح متاع أوكرانيا ونتاع روسيا تراجع بستين في المئة تراجع بستين في المئة يعني التصدير متاع وبالتالي بإمكاننا نحن أننا نحمي رواحنا وعليه لما نحتفل بهذه السنة بهذه الطريقة بالمأكولات يعني نحتفل بالتقاسم لو أختش نحتفل بالتأذر بالتأذر للسوليداريتين ما بين بعضنا اللونتخاد نحتفل يعني وتكون الفرحة سيدة ونفتخر نفتخر بجذورنا وفي نفس الوقت نعرف بصناعات تقليدية انتعنا في كل المناطق نعرف بالتقاليد انتعنا تاعد طبخ انتع كلش بس كهذا جزء من الهوية انتعنا وفي نفس الوقت نأكد التمسك انتعنا بالهوية انتعنا بالهوية انتعنا الأمازيغية ولكن غياب أو تقلص يعني بصفة كبيرة جدا غياب الفضاءات عن نقاش الحر الأكاديمي وحتى السياسي باش هذه المسألة يعني تتقدم يعني تدير خطوات واحدة أخرى وهذا الغياب بسبب الاعتداءات على حرية البحث حرية البحث حتى التوجه الآن في الجامعة عندما يقول الوزير في تقريبا كل الشعب لازم الطالب يدير دكتوران تاعه يحضر الدكتوران تاعه يتوجه باش يدير استخطب باش مبعد ينشأ استخطب هذا مساس يعني مساس ينجس عدوان على حرية البحث العلمي على حرية البحث العلمي وفي نفس الوقت نفس الوزير يقول رح ندير اجتماعات فيما يخص البحث العلم يعني هذا تناقض كبير لانه الهدف هو باش نحول شبابنا حاملي شهادات كلهم باش يوليوا باترون كلهم يوليوا ارباب عمله وهذا مستحيل وهذا مستحيل وفي نفس الوقت هو اعتداء على الطبقة الشغيلة باش يتم تقليصها واعتداء على حرية البحث العلمي والاكاديمي اذا هذا التراجع دونك هذا التقليص هذا ما يسمحش بتطور البحث الاكاديمي في الجانب تاع اللغة ولا في الجانب حتى تاع التاريخ تاع الهوية هاتش رجعنا بطبيعة الحال للأوضاع تاع للوضعية تاع الحريات حاليا في بلادنا ما يختلف اتنين على انه التقهقر مفزع التقهقر فيما يتعلق بالحقوق والحريات واذا التقهقر فيما يتعلق بتدريس تمازيخ هو يعكس سيلوغفلي يعكس التقهقر في مجال الحقوق والحريات اللي هي حقوق دستورية انتزعناها بمقابل تضحية خمسمائة نشاب في أكتوبر 88 وآلاف 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 المعطوبين إلى غاية إلى غاية الآن مثلما ضحاوا مناضلين من أجل انتزاع الاحتراف بهويتنا الأمازيغية واللغة الأمازيغية اليوم يعني بالإضافة لهذه التقهقرات نشوفوا انه مثلا قاميرا نايتسيد اللي هي الرئيسة تاع المؤتمر العالمي الأمازيغية في السجن وصدر في حقها حكم ثقيل جدا في الواقع هي عندها تصور تناضل في إطار هذا المؤتمر هو ما هوش مجرم هذا المؤتمر ما هوش محطوط له في قائمة الخطر ما هوش تنظيم وطني هذا يعني فضاء نقاش ما بين مناضلين من مختلف البلدان عندهم تصور تصور كيفاش يعالجوا المسألة الأمازيغية تصور عابر للأوطان عابر للأوطان يعني ترانسناشونال في إطار الجزائر والمغرب والتونس وكذا لا هذا ويروح تل يعني بعيد خلاص كل هذا المنطقة التي تعنتها شمال إفريقيا وأبعد وأبعد من ذلك وين كاين الأمازيغية وين توجد الأمازيغية إذن هو تصور سياسي ثقافي معروض للنقاش معروض للنقاش وبالتالي ما هوش جريمة نتفق ما نتفقش معاه هذا شيء تاني هذا يدخل في إطار النقاش وبالتالي اعتقالها وإصدار حكم هكذا ثقيل في حقها هذا يعني إنكار لحقها كمواطنة في أن يكون عندها فكر سياسي وفي نفس الوقت هذا مساس حتى حرية الفكر حرية البحث بس هذا ضمن البحث نتفق ما نتفقش هذاك شي تاني هذاك يدخل ضمن التعددية الفكرية والسياسية العديد من المناضلين اللي كانوا شاركوا في الحركة الأمازيغية واللي حملوا هذه المسألة لعقود من الزمن على غرار مولود أيد شبيب وطهر خواس موجودين في السجن الآن موجودين في السجن ومتابعين بقضايا في الواقع يعني غريبة تطرح العديد من التساؤلات بالنسبة لنا ليس شي يبرر أنه يتم اعتقال مناضلين سياسيين كما هاد الحمد لله خرجوا دجا بعض المناضلين خرجوا في هذه الفترة منذ شهر سبتم برعشرات المناضلين اللي خرجوا من بينهم اللي عندهم علاقة مباشرة بالقضية الأمازيغية وحنا بالنسبة لنا هاد المسار اللي انطلق في سبتمبر لازم يتواصل لازم يتواصل لكن للأسف هو منزعج إلي كونت خاريه هو منزعج كأنه كان اللي حاط هكذا بحبش يخلي هاد المسار يتواصل باش يكون الانفراج باش تكون لديتونت نتاع الصح على خاطر المفروض هاد المناضلين حتى هما يخرجوا من السجن وكل سجناء الرأي اللي كيف هم ولا اللي عندهم أفكار واحد أخرى مثل اللي من حقهم تكون عندهم أفكارهم والتصور انتاحهم ويعرضوه على المجتمع الجزائري للنقاش بصفة أشمل يعني بصفة عامة الإغلاق سياسي والإعلامي هذا الخانق هذا يخنق كل المسائل الديمقراطية هاد السنة 2023 احنا كنا نتمنى ولازلنا متماسكين بينسجون بالأمل بسك احنا مناضلين منش بتسلمش أبدا لليأس فاحنا ناضل باش هذك المسار تاع الانفراج يتواصل باش تفرغ السجون من سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين لكن للأسف نهاية السنة وبداية السنة هادية 2023 طعمها مر طعمها مر يعني بدأت بمرارة بأننا نحس بمرارة كبيرة بسبب أولا الأحكام اللي صدرت في حق هدوما مناضلين ثم اعتقال وحبس إحسان قاضي المدير انتاع على غاديو أم ومغرب إمرجان واللي هما تم تشميعهم ومصادرات الأجهزة انتاعهم معنتها الصحفيين تم تسريحهم تم تسريحهم بالنسبة لنا هاد التطور السلبي التقهقري السلبي التقهقري واللي يدكين ويضلم سفاديغي الاسومبري يزيد يسود بالدرجة أكثر وأكثر سورة بلادنا في الخارج بينما هي يعني بالإضافة لكونه مساس بالحقوق والحريات الجماعية والفرضية وبالتالي هو لا يمكن أن يكون مقبول لا يمكن أن نتأقلم معه بغض النظر عن المواقف انتاع المناضلين السياسيين المعتقلين أو إحسان القاضي أو الخط الافتتاح انتاع وسائل الإعلام لكنها وسائل الإعلام كانت مفتوحة للنقاشات السياسية مفتوحة وكانت من آخر الفضاءات وبالتالي غلقها هو يدخل ضمن الإغلاق الإغلاق اللي هو ديجاخ يعني خانق خانق الآن بلادنا ديجا مصنفة مع البلدان اللي ما فيهاش الحقوق والحريات مصنفة من ضمن البلدان اللي فيها مساس كبير بالحقوق والحريات ومعرضة للابتزاز الخارجي بسكوت تقارير الأمريكية ما تحبش وإحنا نشوفه التدعيات في كل مرة نتعلى الاعتقالات معنتها ضغوطات رح تزيد تتواصل والضغوطات إحنا نعرفه الإدارة الأمريكية أو الإمبرياليات الأوروبية ما تهمهمش مسألة حقوق الإنسان في الجزائر دولة تنازلات قاتلة كما صراح في ألف وخمسة فيما يتعلق بإلغاء تأميم المحروقات ولذلك نحن نكرر اليوم نكرر أنه المطلب إطلاق هذا السجناء الصحفيين إطلاق تحرير الإعلام إطلاق المناضلين المعتقلين والنشطاء والنشطاء السياسيين هذا مسألة حصانة من البلاد مسألة ديمقراطية بطبيعة الحال مسألة من حصانة منها إنقاذ وطني في هذا العالم الذي تملك الجنون في هذا السياق المغني والحلو الذي يغني بالأمازيغية والعربية باللغة العربية ومغني ملتزم عادي يطرق للمسائل السياسية وهذا كان المغني الوحيد الذي يطرق لمسألة اغتيال المغدور الشاب جمال بن سماعين وكان يبكي عليه في الأغنية ويقول خدعونا فيه خدعونا فيه يعني كانت عنده الجرأة باش يخرج هذاك الوجع في الأغنية حتى أني عرفت فيما بعد لما خرجت من السجن أنه في إحدى الأغاني انتاعه ذكر اعتقالي ذكر أني من بين المعتقلين السياسيين بطبيعة الحال وبالتالي وبالتالي لماذا يحرم هكذا فنان من السفر كيفاش يعني هذه القرارات ولا هذي اللي تجيب هذه الطريقة يعني مواطنين جزيريين محرومين من الحق في التنقل في حين مجاهم حتى قرار العدالة تعالجهاز القضائي مجاهم حتى قرار يعني شي غريب هذا تني نفس الشي هذا مساج بحق من حقوق الإنسان حق كوني ويقدر يعني باسكو هذا والحلو كان رايح الفرنسا يغني عنده مواعيد عنده ديقالا وبعد رايح الماريكان رح يدير جولة رح يدير جولة معناه هذا نفس الشي القوى العظمى يمكن توضفه كوسيلة وهو مساج بحقه كمواطن وكفنان ومساج بحقوق المواطنين اللي هما في المهجر اللي كانوا ناويين وشراو اللي تيكي باش يرح يسمعونه باسكو هو يعني معروف وشعبي ومحبوب وبالتالي اليوم هذا مساج بالثقافة تعنا هذا الجزء من ثقافة تعنا الجزء من الهوية تعنا كنحب نعرف ببلادنا بيسو من خلال المغنيين تعنا من خلال الفنانين من خلال المسرح من خلال هذه ثقافة تعنا بيسو هذه التطورات كلها أنا نقول باللي هذا المغني إذن أولا يغني علاقة بقضايا وطنية الالتزام انتاعه ما عندهش علاقة بمنطقة القبائل لا عنده علاقة بالأوضاع انتاع الوطن انتاع الوطن بصفة عامة ومن حقه يكون عنده رأيه ويعبر عليه بالأغنية أو بالخطاب أو بأي وسيلة وحدة أخرى ديمقراطية سلمية التطورات العالمية اليوم الخطيرة جدا يعني اتأكد كل يوم بأنه البشرية البشرية راي دخلت في مرحلة تعلا استقرار تعلا استقرار الحرب في أوكرانيا عجلت وزادت فاقمة الأزمة تاع النظام الرأسمالي وإحنا نشوف الانقلابات ومحاولات الانقلابات بما فيه في بلدان ديمقراطية ألمانيا ألمانيا في أوروبا أكبر قوة في أوروبا كان فيها محاولة انقلاب منذ هذا شهرين تقريبا وتم إبطالها تم إجهادها في البرازيل في بداية السنة بعد أداء اليمين الدستورية من قبل الرئيس لولا دا سيلفا اللي انتخبوه الشعب انتخبوه العمال والشباب والأقليات المضطهدة المستغلة انتخبوه المزرعين المحرومين من الأرض انتخبوه اللي يدفعوا على الغابة على لمازوني انتخبوه الكل اللي عندهم تطلع يعني يعيشوا خير بس كسرة فيهم المنكر تحت النظام تاع بولسونار واليمين المتطرف والآن بيّن أنه الأنصار تاعه فاشيين حقيقة ممارسات فاشية لكننا شفنا كيفاش ردة الفعل خرجوا البرازيليين من عمال نقابات لكوت لحجب العمال الجمعيات الاجتماعية خرجوا كامل خرجوا باش يدافعوا على الشرعية يدافعوا على الديمقراطية خطر انتخابات خرة عندهم على عكس ادعاءات بولسونار والأنصار الانتاع أو هدو ما الفاشيين دونك الشعب البرازيلي حارب وتجند باش يطلع له لا يرجع للحكم باش يحقق له التطلعات انتاعه والتطلبات انتاعه الحيوية وعلى هديك رح يدافع على المؤسسة الرئاسة والمؤسسات انتاعهم الديمقراطية ما نسي الشعب البرازيلي ويقول لازم نبني الديمقراطية الحقيقية لازم نجمعية تأسيسية لازم نعاود ونجدد كل شي كل المؤسسات ولكن عندهم الحقوق والحريات الديمقراطية اللي تسمح لهم باش يخرجوا في مسيرات ويدافعوا ويدافعوا وفي البيرو في البيرو الشعب خرج الان حوالي ربعين ضحية اللي ماتوا اللي قتلهم من الشرطة خرجوا باش يدافعوا على الرئيس المنتخب الرئيس باسكر الرئيس اسمع لتطلعات شعبية عندها علاقة بالمؤسسات بالبرلمان اللي ما يعترف به الشعب وعندها علاقة بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية باسكو هذا الرئيس يساري دونك كعاد هو عنده ثقة على الشعب إذا الشعب خرج باش يدافع عليه وحتى الناس يقعد تموت خاصة في المحافظة اللي هو منها دونك هنا نشوفوا بلي وين كان الحقوق والحريات الناس تخرج واتدافع وين ما كانش تقدر تصرى يعني كارثة البلاد تدخل في فوضى عارمة في ألمانيا ما قدروش يديروا الانقلاب في البرازيل ما قدروش في البيرو بسكو هاشاشة سياسية وهاشاشة اجتماعية كبيرة قدروا كما يديروه ولكن الشعب خرج راه متجند باش يبطل هذك الانقلاب والشعار من أجل ممارسة السيادة الشعبية ضد الانقلاب ضد الانقلاب لين يجب نستخلص الدرس والعبرة من هاد الشي نخزن وشرا وصير في العالم يفوك وحد يكون أعمى وقصم وجاهل باش ما يفهمش باللي هاد الأوضاع التقلبات هاد والانحرافات في العالم اللي هي تعكس الأزمة نتعى النظام الرسمالي مرحش تتوقف رح تجد تتفاقم في 2023 والطريقة اللي باش نحميه فيها بلادنا باش نحميه الجزائر باش ما تدقاش من هاد الإسقطات نتعى الأزمة العالمية بسك الآن الحروب بسك الآن تنتشر بسك الآن المجاعة بسك الآن تقهقر نتعى الحضارة البشرية معناه تتوقف كل أشكال الإطهاد معنتها أن السلطات تترجع الحقوق والحريات الديمقراطية المصادرة تفتح الفضاء السياسي الديمقراطي والإعلامي للنقاش يعني يتوقف كل مساس كل مساس لا بالحقوق النقبية ولا الجمعوية ولا تنظيم سياسي ولا بالحق في تنظيم المسيرات بسكو ما ناش عايشين وحدنا احنا في المريخ ولا في كوكم وحداخر عايشين في المعمورة وبلاد مستهدفة بسكو عندنا ثروة عندنا عندنا أكبر بلد إفريقي الآن وعندنا قوة كبيرة عندنا قوة لباس بها على المستوى الإقليمي فالأطماع متوجها لنا لأنه أوروبا في أزمة الولايات المتحدة في أزمة القوى العظمة كلها في أزمة وتحوز كيفاش تروح تنهب كيفاش تروح تهيمن كيفاش تروح تسرق الشعوب يعني تنهب ثروات تنتع الشعوب هاد من ناحية من ناحية أخرى أنه تتوقف السياسات اللي تمس بالجانب بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية معناه أنه السلطات يعني تتخلص تتخلص من التنقضات هذا اللي هي موجودة في السياسات تاحلها وأنه تعالج التطلعات والتطلبات بطريقة إيجابية يعني تلبي المطالب انتاع الأغلبية من عمال وموظفين وشباب وفئات شعبية واسعة يعني ما يكون ش إقصاء أي إقصاء أي إقصاء وبهذا الطريقة وبهذا الطريقة نكون يعني نمشيوا نحو تحصين بلادنا نمشيوا نحو تحصين بلادنا باش نحافظ عليها باش نعطيها القوة انتاع المقاومة القوة انتاع المقاومة لكل اعتداء أو كل تحرش أجنبي وبالتالي هي الوسائل كاينة والحلول موجودة ومعروفة لدى الجميع سواء تعلق الأمر بترقية اللغة الأمازيغية والهوية انتاعنا يعني نواصل نعود نفتح بقوة هذا الملف لأنه مصيري لأنه مركزي لأنه عنده علاقة بالوحدة انتاعنا عنده علاقة بالاستمرارية انتاع الجزائر دونك وفي نفس الوقت نشفو كل المنابع كل المنابع انتاع الديق كل المنابع انتاع الديق وبالتالي ما لازمش انه عندما نقولو أشقاس أمقاس عندما نقولوها ما لازمش يبقى مجرد مجرد زعمة تهنئة انسامبل جوست انفو لكن يجب ان نحول هذا التهنئة إلى إرادة إلى إرادة سياسية الجماعية لمن خلالها وبواسطتها نستعيد الحقوق انتاعنا اللي ضاعت سوى الديمقراطية منها والاجتماعية والاقتصادية وننتزع إذن تلبية كل التطلبات والتطلعات انتاعنا وهذا بالطرق الديمقراطية بالطرق الديمقراطية بش نجعل بش نجعل المسيرة المسيرة نحو الحرية والرقي لاعكوسية بش نجعل المسيرة بوغندغ المارش بلاليبيرتي ويشراب لاعكوسية فيما يخصنا نحن رغم الصعوبات رغم الصعوبات والمعانات ما رايحينش نسمحوا أبداً لليأس أنه يتملكنا أبداً أنه يسيطر علينا على خاطر تاريخ تعبلادنا يثبت كل يوم أنه بالنضال وبالمثابرة وبالمقاومة ننتصر ننتزع الانتسارات هذا المنديل اللي أنا لابسته في عمره أكثر من مئة سنة أكثر من قرن وما زالوا حي كما الهوية تحنب قاد حية فأسجاز همكاز ينا يرى مربوح نصنعوه بيدنا والسلام عليكم ده شودنا ده نوزا حنون أكيد سلع محكير ده تزوران سنة من عرض ينا يرى همكاز لكن منا لان وذا كانت لناك خصاً سباوة وشيني سقوة سنة راسول من ساتة تطالوث ننتزباية سقوة سنة يوكنا نعوض ثلتالاب في سقوة سنة رافو واحزا منوالينا وثلاثة وثلاثة وثباين ده شكاً دي سفقنا دكن أمزوين يوزا تزوران صلاة فيها عندنا النظر يتمنى ذو نقاط لنا مشاً مزال يمكن وناس كيف يفديه مزال تمثلائي تمثلائي تشتاكي يكيد كم النور نظر تزوران يدخل قضاء كبير الموخ سنة المصب المصب دي أرس علاق سنة وكنا دي سوثان استعرف انتمازيغث يقذل زاير ذاكنا تليد انتاث اتماجيث نرويانا تماجيث اكين انتمازيغث قول نوسكاسينا وكور دي دي با انوادينين ثوران ورلحالا ارمين اذا بوياكين لاناك كين يغاليس فوقولينيان دير اردايا اي مكا ايقليلا وسكوسا ده شاكاليس من دكن الفرس وفوس ينايرا كين الزاق ديالتما مش هشان دي لزاير مشا ديتمازغار ولا دي لدي اسبورا اندما تدير نكيكي مسيرانس فوقولونيان نايرا كين انك تنك ذاك انتوا هنستيس قوس ناير يعني اكيدنا ستا مشا خمسا عشقو يناير يغالي دونسيب دي زوجة الافوثمنتاش رسولة ما دي سبا وعشين دو جنبر اثيران زوجة الافوسبعتاش كاني سالح قوش تاكيان سيس قوسن مشا عشقو قلنسيب كنتم زهوثي الاد دي اثناش نيين ناير زوجة الافوثمنتاش يدي تبعان قوشان ديس اندارو توخلصن دارا اي خدا من اسقون فون ارواد صورة اخر صورة اوخلصن دانش تاكي يبقى اجان ثننا كان ودينينا ناور اه تمثال امثاكيا دكن ان كان من نوع اني مرنس انسيزيك اه لادها تبدا اذيك النظام لامسي بيسي 80 ديساون ارثونا داكنا من نوع من صورة اوضن ودينين ثم نزيخ دو عادة كتديسي مسلاني صورة الافيسيال دي يناير زوجة الافوستاش ده زوجة الافو سبعتاش لتاكيران زوجة الافوستان دو سنبر ثلولد تكاديمي ثمازيغ ثكي اندو تلاية ثمازيغ رسولة ما انظر عيكو داك المجي تيني اللي حون اردوها اه انك ثنك دقوالي صدارنين داكن الاسلام يصعر ثكي اندزيريين مشاول اللاوان داكيم ثمثلايث 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 نظر نحن نحن نبتش وثمثلا ثمثلايث وماشا نحن نحن نحو نحن نحن نتقار اذا فورات زائرية ما انظروا انظروا ثمثلايث عدة ثلاثة 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 ثمثلايث ماز مازار لويزا حنون تو دردتا صعنيا تكشمش تحت السرثيث ثير لانت البولتك انترنسونال مصدف كيرا نسوس ان اي جيو استراتيجيان ايزان جيو استراتيجيك ايقضرون اكاذك موضع لكثيرا فو من نور جارنوس للكران لطان لبريزيل لبيرو هاته جارا ونزمان نظام فلسة القيث مصدف كيرا في ثمور ليرنو كابا ريس حيثو كابا يخدام لنا ماشا سيرددو غالاني ريشقان اقنير وذان الهاندوين اوكين مسا الوزاحنون داكن غس ولمالنات تداتس كيرا لوني دي ربحت مزير المنقار لزاكي ماشا اتي كتت تعواتي سيردد اذبو غاما نو نجره وكين امصار لانتور عربيس دي بووا اي سي مسليني ستناكي مازال يخدم اعويق ان اثمازيغت رسولة ما امزدارنا لزايا ذو غاذي كبرا ناكن مالان هاتذ مليلن نا اذمثاوين نااي سركنسيلي ذي مسليني ستنا ذو مزروي انتمازيغت اكين تنسيغانا كين اي نااي اي بوغن يال ثمان انتموث وصفو قولانت اثنك داران مسار دوزاع احنون اي وشور ده ما زيخة تاس تاسيسروح اسبوك دي مسلين غوطس انتموثنال زايا اشكور اثنك داكن ميت بوير الزايا ثمونا تلاديبندانس انا جنو امسا عرب سيمسليني سديمان اثنك الريجيم ارابيست اي دي فرونخنس سقو كفر او حيث نار لپارتي اونيك اللا فلان اي لاسكوتي اللا فلاناني او الاسلح عيما اي وكني ذي روم امزروي او كان ريشود ابسوليمن ريشود غروم ماذا العراب لماذا العراب ممراسول لما نقني اونا اللي يرا عرابا اثنك ذاكن ذي زوجة الفوسين كفرينيس اسمك ذات ذاكن خمنيون الريفراندوم يو كان ازغان ويسنا اغميلا اتزيريين بغان حفز قبل انتمال ساعة تيلين تو ثلاث ثون سيفث اثنك ذاكن غوين جي ماضي دفراندوم اونا 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 شكير دننا اونا 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 سوف نتعرف في الأيام العجيزنا sinceما سنتقدر أنه لدينا السياسة وضع لتحرك يا عمه السياسة سوف نتعرف منها كم تحرك الفولكورى في عمودة المستقبلة لذلك الحياة المستقبلة في الطاقة الفولكورة ونطلب الأجتبار وتقرب سياسة ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا